اشتركوا في القناة والوطني للطباء الأخصائيين في القطاع الخاص اللي غاد يردع لهذه الحملة هذي من خلال الصريح التالي نحن سنعرف أولاً وقبل كل شيء بأنه المهنة ديال الطب مهنة شريفة وعندها دوابط فعندها القانون ديال يو 31 عند القانون ديال الهيئة 08 12 وكذلك شناه الحمد لله بفضل تعليمات السامية ديال صاحب الجلال وتدخل شخصي دياله فكان واحد القانون المهم ديال الهيكلة ديال القطاع الصحاف المغرب ليش نانه بعد الجائحة كان خص ديال كوفيد كان خص هو لبطة هد الهيكلة اللي هو القانون 06 22 وهذا القانون هذا فالركيزة اللولة دياله والركيزة الأساسية دياله هي الموارد البشرية احنا تنعرفوه لانه ممكن اي قطاع كان خصوصا قطاع صحة ولا قطاع التعليم انه يتقدم ويزيد البدام بدون موارد بشرية وفاش ينقولوه موارد بشرية ما تنظروش على لا اتقبع بوحدهم ولكنني تنظرو قاعد اتقوم طبية والشبهة طبية وكذلك كما عشناه في الكوفيد انه ما كانش عندنا الفرق لا ما بين القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا القطاع الجامعي ولا القطاع العسكري كل شي كان مجموعة اذا وصلنا لهذه النتيجة اننا كنا قاعد القطاعات نخدمه ليد في ليد لصالح صحة المواطن اذا في ذيك الوقت دي الكوفيد اللي كانوا الناس تيمشي ويخدمو وخاء الناس لهم كانوا مخلوعين وخيفين على رأسهم والناس تيخدمو وفقدنا تقريبا مئات طبيب وطبيبة منهم أصدقاء اللي قرب لنا بزاف اللي بغينا نعطيه عرس بالمثال استاذ تخيسي والله يرحمهم فضل نهارة الجماعة كلهم وجميع الناس اللي توفروا من جراء الجائحة إذن فاش كنقول شيء مستود واذا شكولي كان هاد الأطقام الطبية الشيء بالطبية هي اللي كانت قيمة بالعمل إذن ميمكناش نبخصوا هاد العمل ونديروا هاد الإساءة حنا تنعرفوا بأنه أي مجال وأي قطع فيه الطالح وفيه الصالح ولكن الحمد لله نحن دولة الحق وقالوا عندنا مؤسسات اللي تتحمي المواطن إلى الضرر إلى الضرر ما هي المؤسسات هي مفتشية الوزارة الصحة هي المجالس التأديبية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمجالس الجهوية هي العدلة إذن إذا كان شيء واحد ماشي هو هادك فاش نقوله فلال ماشي هو هادك ماشي تنقوله كما جاء في السؤال ديالك الجسم كله ممزيانش هاد شيء هاد حشو ما احنا من فاش كبرنا وكين الاحترام للطبيب والاحترام المعلم والأستاذ إذن خسيب قاهد الاحترام علاش برسكو سنعرفه بأنه دك التقة لما بين المريض وما بين الطبيب فهي مهمة ومهمة جدا في العلاج وما يمكنش واحد جاي وما عندوش قاع هادك التقة وخسنا كنا نعمل قاع لمؤسسات اللي كينين لا نقبات ولا هيئات ولا جمعية تعليمة نعملو أنه احنا لكنش واحد ممزيانش فاحنا راتحنا تيسي لنلمينا وتحنا رحنا ضده ولهذا فمخصناش تكون عندنا هاد الإساءة لماذا؟ لنحن هاد الوليدات هاد الوليدات دبا اللي هما في طور طلبة في طور التكوين هاد الوليدات هاد الوليدات هاد 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 يساء هاد يقول قرار إذن تنهضرو على 12-13 سنة عادة من بعد تجهي الجريبة وما يمكن شو واحد فوق الباك وهدي زعمال كريم دي المجتمع الناس اللي قرأوا 12-12 سنين و12 العام فوق الباك يمكن نعتوهم هكذا تنعود نأكدوا عليهم بأنه لكنش واحد در الفلطة عندنا مؤسسات ماذا يجعل في الحالة في الجولة في الطالحين كمثلين تكون طاغية أكثر على الصالح هنا تنتجه المؤسسات وخصوصا الهيئة الوطنية والهيئات الجهوية أنه يكون والمفتشي أنه يكون ضبط حالة فتعطى بها المثال لكي لا يكتروا هذه الحالات هذا شيء بحل كناف في الطار مع والدنا وفاد النهار تنترحم على الوالد هذه تسمى تربيا إذن تربيا تتبقى غادية معك على طول محل تتكون في الغادي في الصيارة تيالك توقف في الطول الحمر وما تزيد حتى الطول الخضر إذن واحد لدر الفلطة فقينين كما قلنا هذه المؤسسات ديال الرقابة واللي تيرطو الطريق واللي الناس يعرف منه راه لا در شي غلط راه مرة الغلط كين العقاب ولكن ما يمكن لنش نبدأ نخلطه ونبدأ نجمعه نبدأ نشتمه في جسم على قده لنحق ما نشي في الصالح ديالنا لو بدنا بهذا الشيطان المهنة ديال الطبيب ما نشي في الصالح ديالنا تترجع علينا بالعكس لا من نحية أنهم الناس سوف يمشي وانتم سيد وزير الصحة والحباية الاجتماعية في البرلمان عندنا خصص مهول وعندنا كثير من 14 ألف طبيب اللي هما في الخارج ولي يبغي لهم يرجعوا يخدموا في بلاده ولا على الأقل يبقوا دباء ولا على الأقل يبدوا يجيوا يعطيوا كمتا قلو بالدرجة يطلع وخصص اللي عندهم اختصاصات اللي احنا محتاجين لها راه أخص نعرف بأنه كين واحد الهيكل اللي مهمة مع العليا الصحة مع الوكالات الادوية مع الوكالات دي الدم والمشتقات دياله هاتش كل شي على جدار مثلا اي واحد سولته عنده شي قصة يعود لك على المشكلة دي الدم مع شي واحد من عائلته دباء هاتش الدار باش وانتو حناش الناس صاحب الجلالة ددشين لدار مؤخرا في الدار البيضاء فتنشوف بأنه كين واحد الاولية الاولوية للي صاحب الجلالة نصر الله تيعطيها للميدان الصحة لماذا برسكو ناف جائها انه فش تحبس الصحة تيحبس كل شي اذا فهذا ولا قطاع ما بقاش عير قطاع استهلاكي واجتماعي ولكن قطاع انتاجي اذا فخصنا نجنب الاساءة لهذا القطاع كين ما خصنا نجنب الاساءة لقاع القطاعات الخرين كين ما خصنا مثلا احنا في الصحفة شن بيننا الصحفة قمت واحد طور مهم اثناء الجائحة دي الكوفيد للتوعية وان حربات لفيك نيوز وانحنا نشوف بانه الدولة ديما حريصة باش تحارب لفيك الناس لحقاش ما خصناش نخلقو الفيتنا عند الناس اذا فلهذا اهمية ديل اننا نكون عندنا نضبطو الامور وما نديروش الشعبوية والاساء المجانية اشتركوا في القناة